Das Essen auf der Party يعني الأكل في الحفلة حرف جرعوف هنا plus dativ نستخدم حرف جرعوف مع الحفلة لكي تعبر أنك تتواجد في حفلة ما Anna und Ben waren zu einer Party bei ihren Freund Max eingeladen تم الدعوة Anna und Ben لحضور حفلة عند صديقهم Max Ein laden هو فعل معناه عزم أو دعا هنا في الماضي Als sie ankommen عندما وصلوا ankommen waren sie einen Tisch fuller leckerer Spaisen رأوا طاولة مملوئة بالأطعمة اللذيذة Dich-Paisen يعني الأطعمة fuller يعني مليئة الفعل زين هو فعل plus accusative لهذا السبب عندنا einen Tisch في accusative Sie wollten alles probieren أرادوا تذوق كل شيء probieren هذا الفعل هنا معناه تذوق وهي المقبلات وهي المقبلات أنا نام أنا فطيرة صغيرة مقرمشة كنسبخي يعني مقرمش نستخدم كنسبخي لكي نصف أكل ما مقرمش مت وطسيقم شبينات ونزالت سيقم كيزة هذه الفطيرة تحتوي على صبانخ متبلة دير شبينات وهي الصبانخ وطسيح عندما تصف أكل ما أنه متبل فيه التوابل وجبن مالح در كيزة هو الجبن زالت سيح عندما تصف أكل ما أنه مالح حرف جرمت يكون دائما بلوس داتيف تذوق بين خضار طازجة خيش عندما نصف أكل ما أنه طازج مت اينا كريمي قنزوس مع صلصة كريمية دي سوس وهي الصلصة كريمي عندما تصف أكل ما أنه كريمي دي سوس وغ ein wenig شرف يعني الصلصة كانت حار قليلا شرف تستخدم ها لكي تصف أكل ما أنه حار دان دان كامن سي سو دان هابت جريمي ثم أتوا أو جاءوا إلى الأطباق الرئيسية دي هابت جريمي وهي الأطباق الرئيسية هنا عندنا بن probierte ein saftiges gegrilltes هونشن تذوق بين دجاج مشوي مليء بالعصار زافتي عندما نصف أكل ما أنه مليء بالعصار أو عصير gegrillt عندما نصف أكل ما أنه مشوي Das هونشن هو الدجاج Das هونشن ist zart الدجاج leyen zart عندما تصف أكلا ما وخصوصا اللحم والدجاج أنه leyen يعني ليس عاصي أنا نام eine portion buntes gerüstetes gemüse أخذت أنا حصة من الخضار المحمص الملونة gerüstet يعني محمص عندما تصف أكلا أو أكلة ما أنها تم تحميصها بنت عندما تصف شيئا ما أنه ملون die portion يعني حص جزء أو قيست das gemüse ist leicht beter الخضار مر بشكل خفيف beter عندما نصف أكلا ما أنه مر leicht يعني بشكل خفيف aber schmackhaft ولكن ها لذيذة شمackhaft عندما تصف أكلة ما أنها لذيذة أو شهية آنا نعم أين شسل فيتيغ زوب أخذت آنا وعاء من الحساء الدسم فتش عندما تصف أكلا ما أنه دسم دي شسل وهو الوعاء أو السلطانية هذا الحساء دسم وحامض قليلا يعني مذاقه حامض قليلا زاو عندما تريد أن تصف أكلا ما أنه مذاقه حامض يعني بن أخذ طبقا من الأرز وهو الأرز وهو الطبق أو الصحن ديزا غايس إس تخوكن هذا الأرز جاف تخوكن عندما تصف أكلا ما أنه جاف يعني ليس عصيري يعني ولكن مشبع عندما تصف أكل ما أو أكلا ما أنه مشبع ثم قامت آنا بتذوق المعكرون الباردة الملتصقة في بعضها البعض عندما تصف أكلا ما أنه ملتصق عندما تصف أكلا ما أنه بارد يعني ووجدتها مقززة غير صالحة للأكل مقرفة عندما تصف أكلا ما أنه مقزز قام بن أيضا بتذوق الخبز القاسي الساخن هات تصف بها أكل ما أنه قاصي هايس تصف بها أكل ما ساخن نوع من أنواع الخبز في ألمانيا صغير ومدور ووجده غير صالح للأكل تصف بها طعاما غير صالح للأكل أو لا طعم له يعني في النهاية أتوا إلى التحليات وهي التحليات يعني في النهاية أخذ بين قطعة من كعكة الفراولة الرطبة يعني رطب تصف أكل ما أنه رطب أو مبلل وهي كعكة الفراولة كعكة الفراولة هذه حلوة يعني مذاقها حلو عندما تصف مذاق طعام أو أكل ما أنه حلو تصف بها أكلا ما أن مذاقه كالفاكهة ليس بالضرورة يحتوي على الفاكهة ولكن في أغلب الأحيان يكون فيه فواكه يعني تصف أكلا ما أنه طعمه أو مذاقه كالفواكه يعني جربت أو تذوق أن كعكة التفاح وكانت تطرح فتاة أو تتفتت تصف بها طعاما يطرح فتاة يتفتت خصوصا الخبز والمخبوزات عندما تتفتت عندما تطول مدتها ومتماسكة أو مطاطية تصف بها طعاما ما يصعب عده بالأسنان يعني مطاطي أو متماسك مطاطي